أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم المؤتمر أشار مدبولي إلى أنه خلال الفترة الحالية تتم متابعة ورصد كل ما ينشر في وسائل الأعلام بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادي حيث يتم وضع جميع الآراء التي تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية موضع للاعتبار